وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 19 طن مواد غذائية وفي مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدهومة فقد تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بغز البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط ما يقترب من 9 أطنان كما تم ضبط 611 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 53 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتدور القمح المحلي فقد تم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 22 طن أقمح محلية